في المباراة فريق مصري على ملعب مصري يعني ما فيش حجة للمخرج انتعرف لو المباراة مثلا في السودان ومخرج سوداني نقول ماشي لكن ده المخرج مصري والفريق النادي لأهلي مصري وفي ملعب استاد السلام ملعب مصري يعني يا جماعة ليه اللاطة ما تتعدش احنا معنا لعبة ضربة الجزاء لما تعدتش لعبة واضحة جدا يعني لعبة بنسبة 100% أو 99% ضربة الجزاء هي التى ضربة الجزاء اللي هي لعبة محمد شريف وما الاتنين بسراحة لعبة واضحة جدا معنا لو استعرضناها ازاي لعبة زي دي ما تتعدش يعني ده ألف به للإخراج ان انت بتعيد اللاطات يعني كامل الاحترام الغريب بقى يا كابتن اسلام ان نفس المخرج ونفس الحكم ونفس الحكم الأنجولي المارتينيز ده نفس الحكم حكم مباراة الزمالك قادي اللعبة يا كابتن اسلام اللي فيها ضربة جزاء ليه محمد شريف دي ما تعدتش كانت في الدقيقة 66 كانت ضربة جزاء واضحة لمحمد شريف فيها عاقب القدم محمد شريف اللي وصل للكرة الأول فيها عاقب القدم وفيها دفع من الضه فدي كانت ضربة جزاء بنسبة 100% للنادي الأهلي ما تحسبتش وما تعدتش من المخرج كمان بتاع المباراة كان نفس المخرج اللي حكم مباراة الزمالك اللي كان بيخرج مباراة الزمالك وحسنية أغاديري المغربي السنة اللي فاتت أو اللابل اللي فاتت فيه الكنفدرالية اللي كان فيها الكرة عدت المرمى والكرة ما تعدتش ونفس الحكم الأنجولي يعني سبحان الله نفس الحكم ونفس المخرج فأنا مش عارف بصراحة مش عارف العيب فين يعني العيب ده يعني برده بص يا أحمد كل ده حاجة وأن أنا كمشاهد قاعد كراجل أهلاوي قاعد بتفرج على المباراة وعايز أشوف الكرة دي دخل الجن أو يعني تحتسب راكل الجزاء أو لا تحتسبش أنا عايز أقول رأي يعني صح طيب زي ما أنا أقول في اللعبة نعم حقنا نشوف اللعبة ألف بإخراج ألف بإخراج قاعدت اللقطة طبعا